عالم وفقي وعلام من أعلام الإسلام الملقب بشيخ الشافعية محرر المذهب الشافعي ومهدبه ومناقعه ومرتبه الإمام النموي يحظى بمكانة علمية رفيعة باتباره أحد أعظم فقهاء الشافعية ومحدثية الإسلام إذ تعد مؤلفات هروف الفقه والهديث من المراجع الأساسية التي يعتمد عليها العلماء والطلاب ويشهد له بالدقة والأمانة في نقل العلم مما جعله مريعا هاما في الدراسات الإسلامية حيث يعد من كبار المحدثين في الهديث وقد كتب العديد من الكتب الهامة في هذا المجال حيث كان دقيقا في نقل الأهاديث وشرحها مما جعل كتبه مريعا هاما للعلماء والطلاب وله شروح متبرى للفقه الشافعي ومن أهم المصادر المؤتمدة واستمرت أهميتها عبر العصور بسبب عمقها ودقكها مما له أيضا مؤلفات في التفسير والزهد مما يعكس شموليته في العلوم الإسلامية وقدرته على التأثير في مجالات متعددة وكان مدرسا وموجه للعديد من الطلاب وقد أثر في جيل كامل من العلماء ومن خلال مؤلفاته وتعليمه ساهم في نشر وتعزيز المذهب الشافعي وتعاليمه بشكل عام الإمام النووي يعتبر من العلماء الموسوعيين الذين جمعوا بين العلم والعمل وكان له تأثير كبير في العلوم الإسلامية وبقيت مؤلفاته محل احترام وتقدير في العالم الإسلامي هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد جمعة من حزام الحزامي النووي الشافعي رحمه الله تحدث العلماء عن الإمام النووي بإجلال وتعظيم مشيدين بفضله وعلمه وتقوى قال الذهبي رحمه الله النووي الإمام الحافظ الأوحد القدوى شيخ الإسلام علم الأولياء صاحب التصانيف النكعة وناهيك بما قال الذهبي فإنه دقيق في الكلام على الرجال ومعروف بعدم إعطائهم أكثر مما يستهقون يقول أحمد بن فرحلاشبيلي رحمه الله تانى الشيخة قد صارت إليها ثلاث مراتب كل مرتبة منها لو كانت لشخص شدت إليها الرهال العلم والزهد والثالثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول السخاوي رحمه الله ونقل التاج السباكي في التوجيه عن والده أنه قال ما اجتمع بعد التابعين المجموع الذي اجتمع في النووي ولا التيسير الذي يسر له انتهى الرخو الشيخ قطب اليونيني رحمه الله كان أوحد زمانه في العلم والوراء والعبادة والتقلل وخشونة العيش وقد حكى عن الملك الظاهر ببرس أنه قال أنا أفزع منه يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله الشيخ النووي العالم العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه قد كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري والإنجماع عن الناس على جانب كبير لا يقدر عليها أحد من الفقهاء غيره وكان يصوم الدهر وكان غالب قوته مما يحمله إليها أبوها من نوع وصفه تلميذه ابن العطار رحمه الله بقوله شيخي وقدوتي الإمام ذو التصانف المفيدة والمؤلفات الحميدة أوحد دهره وفريد عصره الصوام القوام الزاهدة في الدنيا الراغب في الآخرة صاحب الأخلاق الرضية والمحاسن السنية العالم الرباني المتفق على علمه وأمانته وجلالته وزهده وورعه وعبادته وصيانته في أقواله وأفعاله وحالته له الكرامات الطاقهة والمكرمات الواضحة والمؤثرات بنفسه وماله ذي المسلمين والآئن بهقوئهم وهقوئولات أمورهم بالنصح والدعاة في العالمين مع ما هو عليها من المجهدات لنفسه قال التاج السبكي رحمه الله في الطلقة الكبرى الشيخ العلامة الشيخ الإسلام أستاذ المتأثرين وحجة الواهي على الله فيهم والدائي إلى سبيل السادفين وقال الحافظ بن حجر رحمه الله لا أعلم نظيه في القبول مقالي عند سير أرباب الطلائف وقال الشيخ ابن عتيمين رحمه الله النووي رجل الناصح وله أدم صقق بالإسلام ولد في عام 636 هجبية في بلدة نوابه سوريا ونشأ في بيئة محافظة متدينة وكان من صغره يميل إلى الذهد والعبادة بدأ مسيرته العلمية في سن مبكرة عندما بلق العاشرة من عمره أظهر كماما كبيرا بالعلم وكان مشغولا بالذكر والإراءة حتى أنه لم يكن يميل إلى العلم على الأطفال ثم انتقل مع والده إلى دمشق لاستكمال تعليمه في دمشق التحقب المدانسة العلمية لطلب العلم وكان يدرس في دار الحديث الأشرفية ثم بعد ذلك صاحبه أبوها إلى الحج ثم ذجع إلى دمشق وأبد أظهر تفعنيا مضي عابي في طلب الأهل حيث كان يدرس يوميا اسمي عشر دبسا في مختلف العلوم مثل الفقر والحديث والنحو والصالف والصول التق والفول الدين كان النووي يحرص على هضور دروس العلماء الكبار وكان يكتب جميع ما ينتعلق بالدروس من شروح وتوضيحات تام شبيب الاجتهاد والانضباط في براسته حيث أنهى دراسته الأولى في زمن نتياسي وأصبح معيبا في حلقة الإنم التي كان يحضرها هذا التفاهم والاجتهاد كان له الأثر الكبير في بروز إشمي كعارم متميز في عروم الشريعة مما تعاده على هذا التبوق فالآن هو جهده في الدنيا وورعه وتقوى فكان يأش حيات بسيطة ومتواضعة مقرفسا نفسه للعبادة وطلب العين وانشري وكانت بباية وزارة إنتاجه في التأليف عام 660 هجرية منها المنهاج في شرح صعيها مسلم والمجموع شرح المهذب ولياظ الصالحين وتهذيب الأسماء واللؤاك روضة الطالبين وعمدك المهتم والمنهاج في الفقه والأربعون النووية والتبيان في آداب حملة القرآن والأذكار حلية الأبرار وشعار الأفير في تلفيص الدعوة والأذكار المستحبة في الليل والنهار ومثم الإضاءة في المناسك وغيرها الكثير كان للنووية شيء متعددون في كل علم اشتغل به وخشوفا علمي الففح والحديث فإنه مغاية الغاية كمن ألمه وبه ما كان إمام مصر أخل في ففح الحديث عن الشيف المحبب أبيل إسحاد الورادي أنبار في معرفة الحديث وعلوبه وتحقيق الفاضله لسيما الصحيحي الإنام المنتظر على علمي أبو إبراهيم إسحاد المغربي وكان معظم انتفاعه عليه أبيل الفرج عبد الرحمار بن قدامى المقدسي وهو أجل الشيوخه في الحبيث تاني من أعيانه في حنابلة ومن أبرز شيوخه في الهدية أبي بقاء النابونسي أحمد المقبسي إسماعيل التنوقي شيح الشيوخ الشرف عبد العزيزة منصاري القاضي عماد الدين أبي الفضائل الحرستاني حطيب دمشق أبي الفضائل محمد البكري الهافظ يحيى الحرراني الصيرفي إبراهيم الواسطي ومن أبرز شيوخه في نزدبه وأصوله الإمام الزاهد مفتي دمشق في وقته عبد الرحمان المقدسي الإمام المطأن المفتي عمر الرابعي الأربلي الإمام المجمع على إمام ذاتيجي وجلالته سلار بن الحسن الأربلي وأخذ علم الأفول على يماع أشهرهم وأجلهم العلامة القاضي أبو الفتح عمر التلفزي الشهفين وفي النحو واللغة أرى أنه على الشيخ أحمد المصري وكتابا في التصريف وقرأ على ابن مالك كتابا من تصنيفه وعلق عليه شيئا وقرأ على الفحر المالكي أبرز تلانيذيو تفرف جاب الإمام النووي جماعة من العلماء الذين تأثروا بعلمه وشخصيته ولن أبرزهم القاضيس ودر الدين الجعفري فاطيب داريا الشيخ الإمام أبو الأباس أحمد اللحمية الأشبيلي وعضب الله تلبدر بن جماعة العلا علي المقدسي الحافظ جمال الدين المجزي على الدين المعروف بابن العطار وبيرهم الكثير مسموعاته سنع النساء وموطأ أمارك ومسند الشافعي ومسند أحمد بن حنبل والدارمي وأبي عوان الإسفرايني وأبي ألال الموصلي والسنى بن إدنماية والدار قطمي والبيهقي وشرح السنى للبغوي ومعالم التنزيل عنده في التفسير وكتاب الأنسابج الجبير بن بكار والخطوة النباتية ورسالة القشيري وعمل اليوم والليذة لبن السندي وكتاب آداب السامع والراوي لفطيب البرددي وأجزاء كثيرة ضيب ذلك وفي 676 هجرية رجع إلى نواة بعد أرد الكتب المستعظة من الأوقات وزار مقبرة شيوخه فدعا لهم وبكى وزار صحابه الأحياء ودعا لهم وبعد أن زار والده زار بيت المقدس والحالين وعاد إلى نواة فمعرض بها وتوفي رحمه الله في 24 رجبل ولما بلغ نعيه إلى دمشق ارتجت هي وما حولها بالبكاء وتأسف عليها المسلمون أسفين شديدة وتوجه بعض القضاء الزدين محمد بن الصائر وجماعة من أصحابه إلى نواة للصلاة عليها في قبره لقد دعتنا العلماء والباهثون قديما وحديثا بتريمة الإمام البخاري وفرقوها بالتريمة في كتب مستقلة كثيرة عزيزي المشاهد لا تنسى الإعجاب والاشتراك في قناة الحمزة ترجمة نانسي قنقر 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 المترجم للقناة